كطبيب أنا عاوز أسألك دلوقتي أنت عارف هو أكتر المشكلة في الغرب يعني اليوم تعارف فكرة التحول الجنسي وبحاول يقنعونا أنه يعني داء يعني جنس وكذا ومخلوق وحتى صار لهم كنايس وإلهم مجتمعات وإلهم إلى آخره فإزاي يعني كيف ممكن نرد على هذا التساؤل أنا عارف أنه الله خلق ذكر خلق أنت ولكن اليوم لحاول يعلم أولادنا وبناتنا في المدارس للأسف أنه هذا شيء طبيعي لا هو مش طبيعي أبدا لأنه ترجع للجينات فالأنثى فيها حاجة اسمها XX والذكر XY وده في كل البلايين الخلال جوانا فدي ما نقدرش نغيره حتى لو عطوا الهرمون سابريسورز دولة الهرمونات اللي بتوقف مثلا أول سواء رجل أو ذكر أو أنثى أو أنثى لرجل ده ما تتغيرش ما حتى يقدر يغيرها دي جوه الكروموسومات جوه جينات دي ما تتغيرش في بعض الحاجات الخلقية نتيجة دخول الخطيئة إلى العالم طبعا فيها تشوهات جنسية بس دي نسبة صغيرة جدا 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 ومش دولة المتحولين جنسيا مش هما دول يعني ده طبيعي خلق طبيعي ده في ده يعني زي واحد بيخلق فعاها أو في مشفر دي اسمها ميوتيشن يعني التفارات مش مفيدة فده موجود لكن دي كمية صغيرة قوي مش هما دول المتحولين جنسيا المتحولين جنسيا بيبقوا هما يقولك أنا عايز أبقى ذكر أو أنا عايز أبقى أنثى في غير الجسم بتاعه ويحاول يوقف الهرمونات والأمور دي كلها وتكون النتيجة أنه بعد سنين عايز يرجع ما يقدرش يرجع بقى وعمل مشاكل نفسية كتير ومشاكل صعبة أي حد عنده مشكلة من كده لازم نتعاطف معاه ونتفاهم معاه ونقدم له الحق الكتابي اللي يقدر يحررنا من الأفكار المشوشة الملخبطة اللي تتعب الناس